المسلحة والأمن ومعهم الإجان الشعبية الليلة الماضية مقاتلة حربية للعدوان السعودي في صنعاء الطائرة من طراز F-15 أسقطت في منطقة بيت خيران شمالي صنعاء حيث كان على متنها صاروخ انفجر حال سقوطها ومعلومات أولية تفيد بعدم العثور على الطيار الذي لم تعرف هويته حتى الآن وتظهر الصور التي حصلت عليها قناة اليمن اليوم حطام الطائرة التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية حيث عثر على خزان وقودها منفصلا عن قاعدتها وبقية حطامها